شيخ في البدء لو عرفنا الحرية أصلا من الناحية اللغوية لكي يعني نعرف عن ماذا نتحدث بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على الموعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحرية في اللغة ضد العبودية وتستعمل في اللسان العربي للدلالة على الشيء الخالص الكريم ومنه قول ربنا جل جلاله نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصة هذا كلام امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وهذا المعنى نجده في كلام العرب فتطلق الحرة على المرأة المحصنة العفيفة حور حرائر ما هممن بريبة كضباء مكة صيدهن حرام وقول الآخر إن كنت عبدا فنفسي حرة كرما أو أسود اللون إني أبيض الخلق ونحو ذلك من الكلمات التي تدل على الخلوص والانعتاق والتحرر من أسر الشهوات وما إلى ذلك ومنه قول القائل كذلك العبد يقرع بالعصى والحر تكفيه الملامة ونجد هذا المعنى حتى في شعائر التعبد عندنا معشر المسلمين فالصلاة العبد يعتق نفسه من أسر النوم النوم الذي هو شهوة من شهوات النفس الإنسانية مع قصر الليل في شدة الصيف يهب لصلاة الفجر متحررا من هذا الأسر وكذلك في الصيام يحرر نفسه من أسر الشهوات في المطعم والمشرب وحب الجنس الآخر وما إلى ذلك وكذلك في الزكاة يحرر نفسه من رق المال فلا يكون عبدا للدرهم ولا الدينار وفي الحج كذلك يحرر نفسه من أسر العادات والأنس بالرفقة والأصحاب فيلبس لباسا غير اللباس ويجافي معتاده من قلم الأنفار والتطيب ونفس المخيط وما إلى ذلك ويخرج إلى بيت الله عز وجل فهذه الحرية في اللغة